بعد عشرة أشهر من انتهاء الحرب في عدن وبعد توالي وعود إعادة الإعمار من مختلف مسؤولي الدولة يعلن محافظ محافظة عدن في مؤتمر صحفي عقد في ديوان المحافظة عن بدء المرحلة الأولى لمشروع إعادة إعمار ما خلفته الحرب إعادة إعمار ليس في البناء فقط وإنما الإعمار من خلال إعادة عمل المؤسسات في هذه العاصمة المؤقتة وتشغيلها وتوفير حالة الأمن الضرورية التي تؤمنها بشكل كامل ومرحب هذه المرحلة سينفذها الصندوق الاجتماعي للتنمية بعد استلامه مبلغا قدره 2 مليار دولار كمرحلة أولى يتم من خلالها إعادة بناء ما تهدم جزئيا من المنشآت والمنازل معظم المرافق دمرت بالكامل هذه كلها ليست ضمن الحسبة يمكن أن التعويضات يصبح في وقل المليار أو 2 مليار دولار أو أكثر من هذا مراقبون عبروا عن خشتهم أن يقع مشروع إعادة الإعمار فيما تقع به عادة مشاريع الدولة من البطء في التنفيذ والفساد يأمل المواطن في محافظة عدن بأن يكون ملف إعادة الإعمار ملف ليس كتلك الملفات السابقة التي سادها الكثير من الفساد سيشكل هذا الوعد الرسمي بإعادة الإعمار أملا لكثير من المواطنين المتضررين حيث بلغت المنازل المدمر جزئيا وكليا عشرة آلاف منزلا حسب إحصائية مكتب وزارة الأشغال العامة فيما بلغت الخسائر التجارية في إحصائية أولية أكثر من 11 مليار دولار آدم الحسامي قناة بلقيس عدن موسيقى